فسألت تكوين واحد في الخلق الله لما خلق كلمة محورية جدا كأجناسها وهاشرح الكلمة دي فمسألت تكوين واحد عدد 21 وعدد 25 بيقول فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن كلمة كأجناسها تكررت عشر مرات في الأصحاح الأول من سفر التكوين وده يورينا دقة الكتاب المقدس وده من ألاف السنين بالزبط ولازم نحترم الكتاب المقدس إحنا مش هنا عشان نؤديت الكتاب ونصلحه إحنا هنا على لأنه مش محتاج تصليح على فكرة إحنا هنا علشان نقرأ ونفهم المكتوب لأنه الحق يحررنا كلمة أجناسه يعني إيه بقى زي ما قلت قبل كده لو فيه 200 نوع من الكلاب فيه وحالي أكتر من 300 لو قلنا مثلا 300 نوع من الكلاب ربنا ما خلقش في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض 200 نوع من الكلاب خلق الذئبة والذئبة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحور إلى 200 و300 نوع من الكلاب اللي بنقدر إحنا نصنعهم في المعامل وعايزين كلب شعر وما زالوا يصنعون ولازالوا وما ده هو الانتخاب اللي بنعمله في المعمل ده علم تشغيلي لكن إحنا المعلومات دي لازم تكون موجودة في الأصل عشان نوظفها بنقى صفات عايزين الكلب ده وده نطويلة وصيّرها رجلي مش عارف عاشق لها إيه شعروا إيه نعرف الصفات دي فين ونخلق مش نخلقها نجمعها في كائن لكن ولا مرة الكلب اتصار قطة أو فيل أو أسد أو أسد فدي فكرة كجنسهي 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 فالصورة اللي قدامنا بتورينا المملكة الحيوانية وبعدين بتتقسم لفايلم يعني إيه فايلم يعني حاجات لها فقارات ولا فقارية وبعدين الكلاس وبعدين الأوردر وبعدين الفاميلي والجينيس اللي عايز أقوله أن كلمة كجنسهي دي بتقع عند منطقة الأوردر أو الفاميلي يعني إيه في بعض الكائنات نقدر نشوف كجنسهي الرأس بتاعها يكون في منطقة الأوردر ده أو في منطقة الفاميلي اللي عايز تفصيلات أكتر طبعا عندنا تفصيلات أكتر عندها لكن أنا بدي الفكرة العامة حاليا هل دي موجودة كمان في الكتاب؟ آه ذكرنا جزء منها بس يعني التفصيلات في محتاجة حاجات أكتر من كده اشتركوا في القناة